بسم الله وصلاة والسلام وعلى أشهر في خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم استكمالا لشابتر نمبر فور وورك باور اند انرجي هناخد يعني بعض الامثلة كتطبيق لها الكلام اللي اخدنا اللي احنا شرحناه سابقا اما اخد مثال زي كده سابقا متزحلق سابقا 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 ما هي سرعة سابقا السابقا صلى وجد آقا سابقا ما يعمل سابقا البصاة نinken سابقا سابقا السابق المتزحلق السابق بمصور سابقا السابق يمكن أن نعالج المسألة بنفس الطريقة التي علاقناها كما علاقناها في المسألة بتاعت الغضاص نحن نستخدم قانون حفظ الطاقة الميكانيكية لنجد السرعة في المسألة نحن نطبق القانون المعروف الميكانيكا الانيرجي ما هي عبارة عن ك إي ك إييتة مثلا ، لوما أخذنا هذه النقطة عند إيه هذه النقطة البداية وها نقطة النهاية هنا بي يُبدل كي sera بلاس b EA يُكون كي أينيرجي кан этого يسأل كيناتكowany tiers a بلاس potensiial energy عند المسй tratar انه ينipperive كيناتك أينيرجي قانون حفظ الطاقة الميكانيكية هنعود عضوه لبنص M V A سيكوير بلاس M J H A تمام سوري H A إيقوالس نص هافكدا M V B سيكوير بلاس M J H B هنا عوضنا عطول بالكيونتك انرجي عند النقطة A بنصف M V A يبقى V A V A ذي Speed of Scare عند Point A وال H A هي عبارة عن ارتفاعه اللي هو مكتوب هنا 40 متر من نقطة البداية تمام وبعدين يساوي كيونتك انرجي عند النقطة B زائد البنشن عند النقطة B هنعوض ونجد مين هو عايز V B Speed The scarce speed at the bottom عند النقطة B عند النقطة B يساوي هنعوض عطول ونجد تمام ده أولا يساوي 0 لعنى بدأ من بدأ من 0 تمام السكيذر بدأ من 0 تمام يبقى V A يساوي 0 يبقى 0 plus M 0 plus M J H A equals 0 M V B square plus 0 لأنه يصل عند النقطة B فالارتفاع ساوي 0 ساوي 0 لما نعوض هنعوض عطول الجزر التربيع 2 9.8 مضروف ال H 40 أهي 40 ميتر أهي هنعوض عطول 1 2 عطول في الآخر خاص دائما مكتوب كده تمام هي عبارة عن السرعة تمام 28 ميتر بير ساكن ده عبارة عن الحل تمام ممكن يقول find the distance traveled on the horizontal rough surface هنا هنطبخ هن apply the work energy serum as the scare moves from B لو خذنا مثلا من هنا لفضنا انه نقطة تحرك لغاية C تمام هنأخذ apply the work energy serum as the scare moves from B to C تمام ونعود ونجد المسافة التي تحركها على rough surface على السطح الخشن نأخذ مثال آخر مثال آخر two blocks two blocks A and B كما هم وضح M A كتلة A 50 kg وكتلة B 100 kg are connected by a string as shown هن ارتبطين مع بعض بسلسلة أو بسلك طبعا بحمل كده ارتبطين مع بعض كما هم وضح بالشكل if the blocks begin at rest اذا هم بدأوا من السفر what will their speeds be after A has a slit at a distance S بساوي 0.25 متر ما هي سرعتهم ما هي سرعتهم لما A بيتزحلق بيتزحلق بحنزل الاسفل وباتجاه الحرك كده تجاه الحرك كده تمام لما بيتزحلق مسافة مقدارها كام مقدارها 25 من 100 متر بفرض ان البكرة والمستوى المائل هو عديم الاحتكاك طبعا للسهولة هنا هنا احنا عندي relevant equations دائما باستخدامها اللي هي K kinetic energy بسو half m v square والpotential energy m g h تمام احنا عندي اولا K e initial plus b e برضو initial تمام بساوي k e f final plus b e f final يعني kinetic energy plus initial potential energy بساوي final kinetic energy زائد final potential energy وحنطبق المعادلة بتاعتنا هدول هنطبق في الكلام ده كله يبقى في هذه الحالة يبقى half m v i square plus m g h i بتساوي half m v f square plus m g h f minus 50 تمام في minus مضروبة في 25 المسافة في sin 37 degree لماذا؟ انا انا ممكن اخذ مسافة كذلك انا اجد تقريبا المسافة العمودية للخمسين كام عشان تبقى مسافة عمودية تمام المسافة العمودية للخمسين طبعا هتبقى في هذه الحالة ممكن اخذ كده دي 37 بالتناظر بالرأس هاي وامل كده يبقى دي اللي ساقط ده لو حسبنا بالفيرتكل ف ساين 37 مقابل على واتر هذا الواتر كام الواتر 0.25 0.25 ميتر مدهاني في المسألة يبقى ممكن احسب دي عطول بما اضرب 0.25 مضروب في ساين 37 يديني المسافة اللي ساقطتها الكتلة اللي هي 50 كيلو جرام هنعوض في الاخر الخالص بنجد ان VF تمام 1.5 زي ما هم اكتوب كده ميتر بير ساكن ارجو ان نطبق الكلام ده ونحاول نعوض ونوجد المسألة بالضبط انا عندي مسألة اخرى 3 identical poles 3 كرات والكرات 3 كرات ملهم يعني identical يعني متأمثلين يعني زي بعض تماما مفيش فرق بينهم are surrounded from the top of the building يعني تم القاءهم من من اعلى مبنى و the same initial speed بالنفس السرعة الابتدائية بالنسبة poles 1 moves horizontally الكرة واحد ستتحرك حركة اوفقية pole 2 moves upward الكرة الثانية ستتحرك الى اعلى pole 3 moves downward downward نجل air resistance بإهمال مقاومة الهواء which pole has fastest speed ما هي الكرة التي أسرع كرة فيهم when it hits the ground هي لما تصل أو تصل للأرض تمام هل هم pole number one pole one or three two or three or all have the same speed we need to take the strategy problem solving strategy we need to take the following steps we need to take the following when applying conservation of mechanical energy when applying conservation of mechanical energy to problems involving gravity We need to take a Lo ويجب عندنا نعرف كل أجسام مهمة المعركة في الاتبار نأخذ الوضع على y بـ zero The zero point of gravitational potential A و هي نقطة 0 لطاقة الوضع يبقى ضغط الوضع هذه البداية بتأتي select the body of interest and identify two points one point where you have given information and the other point where you want to find out some about the body of interest يبقى انت بتحدد النقطة الاولى للجسم اللي انت عندك معلومات عنه والنقطة التانية للجسم اللي انت مطلوب طبعا فكر في الحل والحل يجب أن يكون all have the same speed ويجب أن نقول لماذا suppose you throw a pole upward لو فرضنا اننا طبعا رمية الكرة الى اعلى what does work while it is flying through the air ما هو الشغل لما هم طبعا يطيروا في الهوى الشغل حيب مقدارة تغييف ضغط الحركة يبقى مقدارة تغييف ضغط الوضع في الجرافتي is the change in kinetic energy positive or negative هل التغيير في طاقة الحركة هل هو موجب ولا سالب تغيير في طاقة الحركة بيسوي negative طبعا هنا يبقى minus delta ke بيسوي البلوس يبقى plus delta Pe minus ARE 开 باللطا Theresa البداية إلضاً نهاية إبناء كيونية النهاية هذا يعني أن قام ب بمحاصلةيه نضافي بإذا خبير في هي التغير في ضغط الوضع هو الوضع ليس بيساعة لكن إغاثار الوضع في الوضع هو الضغير الطاقة طبعا محفوظة القيادة اكتشافة التغير في ضغط الوضع يصبحت قانون حفظ الطاقة الميكانيكية نص جارية الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم لكن فقط يحدث انتقال من صورة الأخرى أو تغير من الصورة الأخرى هنا لو انا عندي مثلا جسم مثل هذا الجسم هذا في حالة سقوط الأسفل الطاقة في الحالة البداية Am I moving? Yes, if yes, cannot Am I above the ground? If yes, you'll be able to وانت تتحرك يجب أن تضع في الحالة البداية Am I above the ground? لو انت فوق الأرض يجب أن تضع في الحالة البداية Am I moving? Yes, if yes, it's energy after Am I above the ground? If yes, you'll be able to هذا يبارا عن initial kinetic energy وده initial potential energy وده final kinetic energy وده final potential energy